كمان من الفعاليات اللي كان الجمهور متحمس لها جداً وكانت كاملة العدد مصرحية السندباد اللي أول عرض ليها كان يوم الخميس 8 أغسطس واللي كانت على مصرح يو أرينا وكل ناس أشادت بأن هي كانت يمكن فيها حالة من الكوميديا المميزة المتميزة مع الأبطال اللي احنا كلنا بنحبهم واللي كان لها 3 عروض الخميس والجمعة والسبت النهاردة يمكن آخر عرض ليها وكانت في إطار التعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية من الكمان المقتتفات الحلوة قوي واللي كانت عاملة لقطة حلوة في الحفلة إن بمجرد ظهور النجم كريم عبد العزيز على خشبة المصرح كل الجمهور قدم له تحية كبيرة جداً جداً وسقفوله تسقيف كبير وكأنهم بيقولوله أو عايزين يوصلوله رسالة إن أنت وحشتين قوي على المصرح ولو تفتكروا حضراتكم كانت المصرحية يمكن عودة للفنان كريم عبد العزيز للمصرح بعد غياب سنين كتير قوي عن آخر أعماله المصرحية لو تفتكروا مصرحية حكيم عيون كانت 2001 وكانت من 22 سنة وكانت بطولة الراحل النجم الجميل رحمه الله علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي المصرحية تأليف أحمد عبد الله وإخراج هاني مطاوع المصرحية كمان كان فيها ارتجالات كتيرة جداً ومواقف كوميدية حلوة بين الممثلين وبعضهم وخصوصاً إنه ملوك الارتجال والحالة ويزو مصطفى خاطر كانوا موجودين في المصرحية واللي هما معروفين طبعاً بتلقائيتهم الشديدة وإن هما بيدحكوا من غير ما يقولوا ولا كلمة ترجمة نانسي قنقر